أي إنسان يقدر يقدم خدمة لهذه الفئة دمية بخير شبيع يعجر في الدنيا وفي داخل عمد الكاتب العموم عمي لحسن زيتوني صاحب الثلاثين سنة خبرة إلى مبادرات حسنة متمثلة في تقديم خدمات إدارية مجانا لذوي التحديات الخاصة ثلاثين سنة خبرة في المهنة هذه المبادرة اللي درناها هذه إذا تضامن مع الفئة الدوجة اشتياجات خاصة ترقى أب عنده ربع أولاد خمس أولاد ما يقدرش أحتاج يكتب طالب ووجهه والله مصاريف تعل كتابة هذه باشر إجراءات تاوع المهنة قبل ما تكون تجارية وخدمات هي اجتماعية وعن مجمل الخدمات الإدارية الاستشارية المقدمة مجانا لذوي التحديات الخاصة يقول عمي لحسن زيتوني قدموا الوطوعون على المستوى الضمان الاجتماعي قدموا الطلبات على المستوى للسلطات الولائية هنا سلطات البلدية عبر انترنت يحتاج عقد ميلاتها وعقد ميلاتها الأبتاع وكل شيء نقدمه له هنا وقد نالت المبادرة استحسان وتثمين المواطنين الذين قالوا عنها توجهت لعند عمي زيتوني هذا بها يسمى بها يعموني يشوفني في الكوارط يشوفني الأمور التاعي في المحكمة في هذه يكفي منها يعني مبادرة لها لها الجميع كما نقوله احتياجات الخاصة كما واحد معاوق الله غالب ما عندوش كما ها حاجة ولا كما عندي ثلاثة وخمسة فضاء المصاحف صغار كلها للجميع مش غيريانا ولا للجميع المعاوقين ولا للجميع الماضى ولا ما عندوش ولا كذا يعني مبادرة لها طلبوا من كل كاتب عمومي أو طبيب أو يساعدوا هذا الذوي الاحتياجات الخاصة ويقوموا بالمساعداتهم لأن ذوي الاحتياجات الخاصة يسحقوا طبيب بزاف يسحقوا الكاتب العمومي يسحقوا باش يحلوا المشاكل تاحهم لازم هم يوحوا للكاتب العمومي باش يديد طاعة لازم وهنا نشكوا كل من قام بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة معاوقنا الطير خيره يلقى عند ربي سبحانه يلقى عالمه مني شاء الله هو يعاوق الناس كما يعرفوا واحد كما نايا كي نسخصي يوريني ليرسم بذلك عم لحسن صورة من صور التكافل والتضامن الاجتماعي مع هذه الفئة المعوزة داعيا زملائه إلى تعميمها عبر كامل التراب الوطني